بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان يا سادة احنا دائماً واحنا بنتكلم عن الجليس بنتكلم عن الجليس وعنا ومركزين جداً 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 على ان الجليس لابد ان احنا نحضر من الجليس السوق ونحافظ على الجليس الحسن وفي كل ده احنا عادين مركزين قوي في كل تفاصيل المجتمع وكل تفاصيل حياتنا عشان نركز مع الجليس ويبقى كل حياتنا بترتقي النهاردة نتكلم على جليس معوق جداً جداً في حياتنا المعاصرة جليس بيخلينا في اوقات كتيرة عندنا مشكلة بس خلينا نقول الاول ان الله سبحانه وتعالى اودع فينا نعمة من اغلى واكرم النعم وهي نعمة نجاة ونعمة الحياة نعم نعمة نجاة ليه؟ لانها بتنجي الانسان من التوهان وبتنجيه من اختلاط الامور عليه وبتنجيه من ضلالات الافكار لما يكون تفكيره مش سليم لما يمارس المغلطات في التفكير اللي بيسموها العلماء المغلطات المنطقية والنعمة دي كمان نعمة حياة احنا قلنا ان هي نعمة نجاة وكمان نعمة حياة طب ليه نعمة حياة؟ لان هي بتجعل الانسان يرى الحقيقة ايه الحقيقة؟ ان الله خالقه كل شيء فيليه يحصل؟ فيسكن ويبدأ يتنعم بنعم الله ويتأقن انه في كنف الله سبحانه وتعالى في كنف الله المدبر الرحيم فيعيش الحياة ومكتوب عليها الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر انه انسى وهو مؤمن فلأنه حياة طيبة الحياة طيبة اللي مليئة بالنعم طب يعني ايه النعمة دي؟ نعمة التفكير السليم دايما بقول نعمة التفكير السليم في الحياة هي نعمة في النعمة يعني الحياة نعمة بس جواهة بقى نعمة تانية اسمها نعمة التفكير السليم النعمة دي اسمها نعمة ايه عارفين لما نسأل اللهم إنا نسألك العفو والعافية فالعافية نعمة بس أنه أرضى عن التكلم على نعمة فيها تفصيلة شوية في النعمة اللي ربنا رزقنا فيها وهي دي مجموعة نعمة نعم العافية أنه أرضى عن التكلم عن نعمة عافية المنطق أيوة لأن المنطق عفية للإنسان ولما فيفقد الإنسان النعمة دي بيصاحب جليس سيء هو مين بقى؟ الهجاشة النفسية وهجاشة اللا منطقة اللي فيها عدم الاتزان للحياة وزيك الجليس النهاردة اللي احنا نتكلم عنه جليس سوء عايزين نتجنبه إلا وإيه؟ هجاشة اللا منطقة إن الإنسان يبقى عاش من الداخل لإنه مفيش منطقة مفيش منطقة التنقضات مقبولة الإنسان يعيش وكأن الحياة عبثية عشاشة فيحس بعد كده أنه مش قادر يعمل أي حاجة فيحس بالعجز وحس بالكسل وحس بالديق وحس بالخنقة وحس باللغبطة وحس بأنه هو تايه ما عند الله سبحانه وتعالى حصنا من الهشاشة دي لما خطبنا في القرآن وأمرنا بأن نعمل عقودنا ونتفكر فقال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إيه؟ لأيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وسبحانه وتعالى برضو قال لنا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا وقالوا سبحانه وتعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق يعني إيه ده كل ده كل الكلام ده بيحفزنا تحفيز دائم إلى التفكر إلى النظر إلى أعمال العقل إلى أن التفكر وأعمال العقل ده ده مراد رباني وأمر إلهي يعني حاجة لا يتهون فيها للإنسان ويعتبرها من الطرف ده جزء من أجزاء الحياة فالله سبحانه وتعالى جعل من أهم صفات الأنبياء أنهم أصحاب رجاحة في العقل وكان من عظيم صفات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرجح الناس عقلا فبيقول سيدنا وهب بن المنبه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأت في أحد في أحد وسبعين وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم برأيها يعني في كل الكتب اللي أرى فيها دي ويقصب بالكتب السابقة كتب الأهم السابقة والأديان السابقة فتصب حضرة النبي بأنه هو كان راجح العقل إذن الله سبحانه وتعالى جعل العقل له مكانة عظيمة وكريمة لأنه جعل وسيلة أساسية للمعرفة عشان كده من أهم أسس أن الإنسان يعيش حياة متزنة هنية هو أنه يكون من أصحاب المنطق من أصحاب التفكير السليم لأن التفكير السليم والمنطق هو الذي يجعل الإنسان يرى نعمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحياة على قدم الإحسان على هيئة الإحسان فخلق التفكيرنا وهو مليء بالإحسان وخلق الحياة على هيئة الإحسان عشان الالتين يوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى